أدى فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القوات الجوية وكان فيه عدد كبير من قيادات الدولة في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد كان موجود سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أيضا كان موجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والفريق محمود فؤاد عبدالجوات قائد القوات الجوية بطبيعة الحال طبعا بالإضافة لعدد كبير جدا من قادة ورجال الجيش المصري والشرطة المصرية وكبار رجال الدولة أدوا الصلاة وكل سنة وكلنا طيبين